اشتركوا في القناة بيبقوا مش عارفين ازاي يتخلصوا من الفيديوهات دي او ازاي يحذفوها من على القناة عنده النهاردة هنقدم الطريقة اللي نتخلص بيها من الفيديوهات دي بمنتهى سهولة وما تظهرش عندنا تاني على القناة عندنا دي صفحة اليوتيوب عندي الصفحة الرئيسية اول ما بنفتح الصفحة بيبقى فيه فيديوهات مقترحة زي ما حدرلكوا شايفين كده لما بننزل تحت بنلاقي ان في بعض الفيديوهات المخلة الموسيقى فيها بعض مشاهد مش كويسة وهي فيديوهات ما ينفعش ان ولادنا يتفرجوا عليها ولا احنا نتفرج عليها فاحنا عايزين نلغي الفيديوهات دي حنبتدي بالشورتس بتاعها ده مثلا فيديو فيه محتوى اباحي عايز الغيه بضغط على التلات مؤدول فيه تلات طرق احنا ممكن نستخدمهم عشان نتخلص من الفيديوهات دي اول حاجة الابلاغ لو انا عايز ان يحصل الابلاغ عن الصفحة دي نفسها وبعلم على اختيار من الاختيارات دول احنا حنعلم على المحتوى الاول لان هو فعلا المحتوى ده بيحتوي على الاشياء دي وبضغط على كلمة الابلاغ بمجرد ما ضغطت على الابلاغ بيقول لي شكرا على الابلاغ عن الفيديو الفيديو التاني بيتكلم عن بعض القبائل في افريقيا وطبعا لبسوهم فاضح جدا او يا كده يكونوا مش ملابسين اصلا فبرضو بضغط على التلات نقط وبضغط على محتوى غير مرغوب فيه او مضلل ده نوع تاني برضو من المحتويات انا مش عايز ان النوع ده من المحتويات مثلا هنا بيقول لي شكرا على الابلاغ عن الفيديو واده فيديو تالت برضو هنلغيه بنفس الطريقة يبقى احنا كده شفنا طريقة واحدة ادي برضو فيديو تاني بيتكلم برضو عن محتوى اباحي فهندغط هنا على التلات نقط بتوعه ونختار الاختيارين اللي تحت بعض دول عدم اقتراح القناة او لا يهمني عدم اقتراح القناة بيقول لي لن تقترح فيديوهات من هذه القناة بعد الان يعني القناة دي مش هيجي لي اي اقتراحات منها بعد كده ممكن اعمل تراجع لو انا ضغطت على فيديو بالغلط لو ضغطت على تراجع عشان نشوف الطريقة التانية برضو بنضغط على التلات نقط وبنضغط على لا يهمني بيقول لي تم اتازلت الفيديو كده بقى الفيديو حصل له ازالة ولكن القناة بتاعته لسه الفيديوهاتها بتقترح فانا عايز القناة كلها يبقى حضغط على عدم اقتراح القناة يبقى القناة دي مش هيجي لي منها اي اقتراحات تانية من الفيديوهات يبقى الثلاث اختيارات اللي تحت بعض دول لا يهمني عدم اقتراح القناة الابلاغ هو ده اللي بيلغي عندي الفيديوهات دي وبيخليها ما تظهرش تاني على القناة عندي نيجي برضو الشورتس تاني دي واحدة عندها قناة بتعمل عليها محتوى اللي حضراتكو عارفينه فبندغط على التلات نقط هنا وبضغط على كلمة الابلاغ وبضغط على محتوى كذا الابلاغ شكرا على الابلاغ عن الفيديو برضو هنا هدي فيديو تاني لا يهمني مش هيزهر تاني عندي او عدم اقتراح القناة طيب لو فتحنا فيديو لقينا في حاجة زي كده ممكن نلقيه زي برضو بنفس الطريقة دي واحدة بتعمل روتين وهي لابسة لابس مش كويس طبعا الهدف معروف من الفيديوهات دي بيبقى بندغط برضو على التلات نقط عندي هنا وبضغط على اما الابلاغ او عدم اقتراح هذه القناة طب ليه ما جاب ليش هنا لا يهمني لان هو يهمني مدام انا فتحت الفيديو هضغط على عدم اقتراح القناة كده اختفت القناة من عندي ويبتدى يظهر الفيديوهات اللي بعدها واللي قبلها بكده يبقى احنا النهاردة تعلمنا ازاي نتخلص من الفيديوهات المسيئة والفاضحة واللي بتحتوي على محتوى فاضح ماينفعش ان ولادنا يتفرج عليه يا رب يحمينا ويحمي ولادنا من كل الفتن اللي بتظهر كل يوم واللي بنتمنى انها تبقى مش موجودة في حياتنا ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه لو لا حضراتكم اي استفسرات اكتبوها لي في التعليقات وانا يساعدني الرطالي شكرا لكم على حسن المتابعة اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايق ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم بكل جديد كان معكم حسين جميل من قناة المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة